أوضح لخيها بصدق وزارة الدفاع مرحوم سلطان هاشم أوعز إلى معاور رئيس أركان الجيش للعمليات حينها الفريق الركن نذكر اسمه الفريق الركن ياسين المعيني بوضع خطة وهذا حدث فعلا اجتمع فريق ياسين بصفة قائد معاور رئيس أركان الجيش للعمليات مع مدير التخطيط في الجيش العراقي وأيضا مع مدير الحركات العسكرية ومع رئيس جامعة البكر ووضع خطة في منتهى السرية وتم التعديل عليها عدة مرات هذا الجيش أعطيت الخطة إلى وزير الدفاع سلطان هاشم سلطان هاشم أخذها للرئيس صدام بعد يومين جاءت تهميشة الرئيس صدام ورأيتها بأم عيني عند الفريق ياسين المعيني مؤشر عليها الدفاع عن بغداد هو مسؤولية الحرس الجمهوري حصرا ضعوا خطة للدفاع عن المدن ولا تهتموا بقضية بغداد ليش الخطة كانت فقط عن بغداد كانت خصوصا عن بغداد ما هي غير لازم تنحط خطة عن كل العراق نحطت عن كل العراق نعم لكن أنا نتكلم عن خطة بغداد لأن اقتربنا من محور العزيزية نعم بصراحة لم يكتفوا بهذا من اللجنة فريق ياسين ومجموعته قاموا بوضع بعض التعديلات والتعزيزات على الخطة رفعوها وكان جواب شوفوي من قبل الرئيس صدام إلى وزير الدفاع وبنبرة الغضب ما لكم لازم بغداد دافعوا بالخطة الكبيرة قبل اندلاع الحرب قبل اندلاع الحرب نعم ولهذا تركت خطة الدفاع عن بغداد للحرس الجمهوري